اعرب صاحب السمو الملكي لابير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن الفخر والاعتزاز بعطاء الاطباء البحرينيين اللامحدود وذلك في رسالة وجهها سمو عبر البريد الالكتروني لكافة الاطباء البحرينيين بمناسبة يوم الطبيب البحريني فيما يلي نصها الاخوة والاخوات الاطباء اعضاء فريق البحرين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم الاحتفال بالطبيب البحريني سرنا ان نهنئكم وان نعرب عن اعتزازنا بعطائكم اللامحدود وفخرنا بما تقدمونه من تضحيات تأخذ من جهدكم الكثير سواء على صعيد الدراسة والبحث العلمي او على صعيد ساعات العمل الطويلة التي تكون على حساب التزاماتكم الاجتماعية والاسرية ان الدور الانساني الكبير الذي تقومون به هو محل اشادة مستمرة وثناء من كافة ابناء البحرين والمقيمين على ارضها الطيبة فالكل يقدر ايما تقدير الجهد والعطاء الذي تبدلونه بمواصلة الليل بالنهار من اجل سلامة وصحة الجميع فشكرا لكم فانتم العين الساهرة لكي ينعم الجميع بافضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لقد كان وما زال وسيستمر بعون الله الطبيب البحريني النموذج المشرف للمواطن البحريني الملهم لاجيال الحاضر والمستقبل في خدمة الوطني وكافة ابنائه في مختلف الظروف والمواقف ونؤكد في هذا المقام ان صحة المواطن اولوية متقدمة في العمل الحكومي بشكل دائم وانها لمناسبة طيبة ان نجدد هنا عزمنا في دعم تطوير الكوادرين الطبية المتميزة من خلال زيادة الفرص التدريبية التي تسهم في تفوقها وتطورها المهني وتعزيز تنافسية القطاع الصحي لاستدامته وزيادة توفير الفرص لكافة العاملين به وتهيئة البيئة التي تحفز على الابداع والمشاركة المتميزة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا ختاما نجدد لكم التهنئة في يوم الاحتفال بالطبيب البحريني مشهدين بما تقدمونه من خدمات انسانية جليلة لأفراد المجتمع واننا دائم التطلع ولدينا كامل الثقة بان الاطباء البحرينيين الذين اثبتوا في كافة المحطات الوطنية حبهم للانجاز وعشقهم للتميز سيواصلون العطاء والبذل من اجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد دمتم بحفظ الله سالمين موفقين سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة